السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه النشرة الجوية خاصة بحالة الطقس في المغرب ان شاء الله بعد الزوال اليوم والأيام القادمة سوف نوافقكم بآخر التوقعات وكذلك المدن المعنية ان شاء الله بالتساقطات المطرية وبالنسبة لتحليلنا لصورة الساطر لتبين الناس حبها كثيفة خصوصا على مرتفعات الجنوب الشرقي وكذلك الواجهة المتوسطية وكذلك مرتفعات الريف وبالنسبة كذلك لتساقطات الأمطار فأمن المتوقع ان شاء الله استمر بعض التساقطات المطرية على تطوان واصيل العرائش وشاون ووزالة اللاميمونة وسيد العلال التازي والريباط سيد سليمان وابن سليمان كذلك والرماني والقارة والساطر وأمطار كذلك ضعيفة على أول ماس وكذلك مكناس اي فرانس كورام التاس وفاس وقتها الآن تساقطت مطرية على خنيفرة وميدلت محتمال بعد تساقط الترجية الضعيفة على ميدلت أمطار حاضر على الريش وآسول وابن ملال وزود شيخ بالنسبة لفترة الليلية في توقع استمرار تساقطات مطارية رعادية خصوصاً على مرزوغة وزاقورة وآرفود أمطار حاضر على تينغير وكذلك الرشيدية وميدلت وخنيفرة وكيكو وطط الحاج تساقطات مطارية ضعيفة على التازة ببرد وأجواء رسبياً غائمة وانخفات في دراجات الحرارة أما بالنسبة ليوم الأحد يستمرار بعض القطارات الضعيفة والمتفرقة على الجنوب الشرقي على بو عرفة وكذلك الفترة الليلية من يوم الأحد أجواء مستقر إلى قل التساقط في معظم مناطق المملكة يوم الاثنين ستبقى كذلك الأجواء بدون تغيير كبير بإذن الله مع استمرار بعض تساقطات المطارية ليوم كذلك الأحد في الفترة بعد الزواج خلال أيام المقبلة إن شاء الله فيتوقع دخول بعض تساقطات ربما تكون ضعيفة محلية على جنوب المملكة بإذن الله بالنسبة كذلك ليوم الجمعة المقبل فاستبقى الأجواء النسبية الغائمة على أوسر المحتمال بعض تساقطات ضعيفة والمتفرقة يوم السبت أجواء مستقر إلى قل التسعب في مدى مناطق المملكة بالنسبة ليوم الأحد كذلك فيتوقع اقتراب منخفة جو كبير كما تلاحظون سنرى إذا كان سيدخل خلال الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر